تلقى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله العالم قليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أسمى يتتاني وأصدق التبركات بهذه المناسبة الوطنية دعينا الله العلي القدير أن يديم على سموه موفور الصحة والسعادة ويبقيه ذخرا وسندا للوطن والمواطنين وإنما على مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والعزة والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله